وكغيرها من سائر بلاد المسلمين تحتفل دولة الكويت بعيد الفطر المبارك فهو رمز للمحبة والتآلف والبهجة والفرح وبالزيارات العائلية وتوزيع العيدية تحتفل الأسر الكويتية بهذه المناسبة السعيدة وسط أجواء مليئة بالسرور كل عام وانتو بخير للعيد فرحة لا تضاهيها فرحة لا سيما في عيون الأطفال مما يناكس ذلك على نفوس الأهالي والأسر في دولتنا الكويت الحبيبة والله الحمد لله فضلا من الله العيد خاصا بالكويت فضلا من الله والخليج عامة يختلف شوي لاها طاعمة ولها لذة ولها مكان بقلوبنا يعني والحمد لله فرحتنا والله مو بس السنة هذه كل سنة إن شاء الله جمعة الأهل والتعرفين تعني واحد يوم وحلو يطلعون واحد مع عيالة مع أهلة مع كذا التنزه في الأماكن السياحية والعائلية في دولة الكويت تعطي العيد لذة خاصة في لعيب الأطفال والمتعة بلم شمل الأسرة الأطفال مستنسين ترابطين عائلاتهم تلقى قداك ببيت الوالد قاعدت ببيت الأهل انزين تطعب الشوارع احترام وكل أخلاق طيبة والحمد لله وكام إن شاء الله وانتم بخير والشعب الكويتي والشعب العربي والخليجي إن شاء الله عامة وكافة إن شاء الله بصحة وسلامة والله يعطيكم العافية إن شاء الله وكل عام انتم بخير يا رب للعيد في دولة الكويت عادات جميلة وأجواء عائلية يفرحون بالعيد في اجتماع الأسرة والتواصل مع الأقارب والأهل يا كويت أنت نفض قلوبنا أنت نور دروبنا أنت كل الحب يا شمس الشموس وانت تاج الروس وحلى من العروس سلامتكم ترجمة نانسي قنقر